موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم مشاهدين الكرام والأفاضل حلقة جديدة على الهواء مباشرة من القلب للقلب من كم يوم كده قابلت واحد صاحبتي كان بقالي كتير جدا ما شفتهاش مش بسألها عن حلها وعن ولادها وجوزها لقيتها بتشتكيلي مر الشكوى من ابنها بتقولي طالع عنيد جدا زي أبوه بالزبط تقولهم يمين يمشوا شمال على طول وأنا مش عارفة أتصرف إزاي بقيت حياتي معاهم جحيم أنا مش عارفة أعمل إيه عند في كل حاجة في أكله في شربه في مدرسته في مستقبله في حتى الخروجات أقوله نروح كزا يقولي العكس بتلا دي فعلا مشكلة كتيرة وبواجهها أو حتى على صفحتنا على فيسبوك في أم بي سي مصر بتجيلي كتير جدا أسئلة عن عند الأبناء ومش عارفين يتصرفوا إزاي طب إنت بتتصرفي إزاي قلت لي ولا حاجة حعمل إغر أني لازم أثبتني كلمتي اللي تمشي لازم أكسر العند اللي فيه دوت فبصر على رأيي عشان هو يفهم إن في الآخر أنا اللي كلمتي لازم تمشي وبالتالي بطل عند قلت له فعلا طيب أنا بطلب منك طلب وبطلب منكم مشاهدينا الكرام طلب إن أنتوا تتابعونا النهاردة نفهم عناد الأطفال نتصرف معه إزاي هو ده موضوع حلقتنا أنا في انتظار تواصلكم معايا سواء عن طريق الاتصالات أو صفحتنا على الفيسبوك واسمحولي أرحب بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا دكتور أحمد عمارة استشاري صحة نفسية لأطفال صحة نفسية عمك عفوا إزاي حضرتك الحمد لله أهلا بيك دكتور شكوتين دايما الأمهات والأباء بيشتكوا منها مع إن مش ده صح طيب خليني هدخل دخلة كده غريبة شوية إن هي إلا أسماء نسميتموها ما أنزل الله بها من سلطان لو أنتو الأهالي سموا الحاجات التي تحت الأطفال أسامي غلط الدنيا بتلخبط معهم فأساسا ده لا اسمه عند ولا اسمه شقاوة أصلا؟ أصلا وبالتالي بسبب أخطأنا في التسمية الدنيا بتبوص فنعايز أحط قاعدة الأول لكل اللي بيسمعونا ويركزوا فيها وبعد كده هبدأ أدخل في صلوة الموضوع القاعدة إن اللي تعبان هو الغلطان أنا مش مبسوطة أنا مش سعيدة يبقى أنا اللي غلطان اللي مخنوق أو اللي تعبان هو اللي غلطان لو سأل نفسه أنا عامل إيه وعرف هيبقى هادي وهتلاقي كل حاجة حول إيه بقت هادي حتى ربنا علمنا كمان إن اللي بيخرجنا من مصايب كلها أو مشاكل الدعاء سيدنا أيوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا وكذلك ننجي المؤمنين يبقى لو طول ما أنا بقول بقى يبقى ابني اللي بيعاند أو جوزي اللي بيعاند أو مراتي اللي بتعاند أسقط على برة هتبوز من الدنيا يبقى أول حاجة قاعدة مهمة في كل حاجة في حياتنا التعبان هو الغلطان لو سأل نفسه هيحل كل حاجة لو فضل يقول غيري الغلطان هيفضل يعاني طول حياته وحيفضل دايما شكاي وشايف الناس هم اللي ظلموه هو مظلوم هو الضحية فهيبدل طول حياته فترة طويلة جدا كده لغاية ما يغير ما في نفسه أو يرجع بقى ما في نفسه للأصل إننا السبب يوم ربنا يفرجها عليه الآية اللي كلنا حفظنها لكن يمكن مش بنتدبر فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والآية الثانية ذلك بأن الله لم يكو مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني لو أنت مغلطيش ريئة يبقى نعمة راحت منك يبقى أنت سبب مغلطيش هادية مغلطيش في صحة جيدة يبقى نعمة راحت منك يبقى أنت عملت حاجة يبقى شكل حضرتك كده عايز تقول إن إحنا السبب عند ولادنا طبعا فعلا وحتى فيها حديث صريح والمشكلة إن إحنا دايما لا ندرك الأحاديث الدينية أو القرآن يعني إدراك حياتي بندركه إدراك ديني بحث يولد على الفطرة فإيه بقى؟ فأبواه ممكن يغيره دينه وبالتالي كل ما هو تحت هما السبب في بقى يهودان وأو يمجلس يعني الناس خدوا بيخلوه دينه مختلف لا ده هو بيتكلم عن أقصى حاجة يبقى لو دينه تغير هما السبب وبالتالي كل ما هو دون ذلك هما السبب لغاية ما يبلغ بعد ما يبلغ بيبقى هو السبب خلاص كده هو أتحمل مسؤولية نفسه أيوة عشان كده المسؤولية ودي حتة مهمة قوية دي من بحب أقولها دايما المسؤولية اللي على عاطق الأب والأم ويليت يكتبوها عشان دي لربنا هيسألهم معنا يوم القيامة المسؤولية مسؤولية تبيين وتذكير وحماية وتوضيح بس أنا هكتبها أنا تبيين وتذكير تذكير وحماية حماية وتوضيح وتوضيح نقول تبليغ كمان بقى وتبليغ دي المسؤولية بلغت ولا ما بلغتش ذكرت ولا ما ذكرتش بينت ولا ما بينتش وضحت ولا ما وضحتش حميت ولا ما حميتش مش هيسألك أكبرت ولا ما أكبرتش أكرهت ولا ما أكرهتش والنتيجة ايه مش هيسألنا عليها برد أيوة يعني هو طلع في الآخر كويس ولا وحش أنا عملت كل ده أنا عملت لربنا أمرني بي إحنا بقى فهمنا المسؤولية مسؤولية إجبار وإكراه نعم فبوضنا عيالنا في حقيقة هتوقف عند النقطة دي وأخذ أول اتصال معنا نوها سلام عليكم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورح أطلعي بركاته أهلا مجيزا دكتور لو سمعتها لحاجة بعد إذنك تفضل يا فانت دكتور يعني ابني على طول بيتفرج على قناوات الكرتون على طول يعني ممكن طول اليوم يبدل قاد قدامها كويس ميرداش يسيبها ولو حولنا أو لو جي إعلان برجس أنه يقعد يصرخ مش عاوز إعلانات يجي عايز متواصل متواصل فهو عنده قد إيه يا نوه عنده ثلاث سنين ثلاث سنين هيتقالها أي سؤال يا دكتور طيب لأ لأ شكرا شكرا لك يا نوه تسلام طيب قبل ما ندخل السؤال ده بس هنتكلم عند العند عشان نبقى محددين المصطلحات صح أي حد عاوز يعمل أي بحث علمي أو يعرف أي معلومة لازم يكون واضح في التعريفات لو موضحش ديني هببوز منه يعني إيه كلمة عند أساسا كلمة عند أو الإنسان العنيد وبحب أقول دايما لو يعني قبل ما نبحث في أي حاجة نرجع للسورس الأصلي اللي ربنا أنزله لنا عشان نبدأ نفهم قبل ما نبدأ نرى الأبحاث العلمية لأن أبحاث علمية كتير بدأت يعني بيقول رأيه بيقول نتائج فلو حكمناها بالسورس لو القرآن الكريم هنبدأ نفهم الصحة فينا وضعات فيه فكلمة عنيد جات في القرآن سلبية بحتة أدخلوا في جهنم كل جبار عنيد لم يجعلني جبارا عنيدة كل كفار عنيد تمام هي جات عنيد ثلاث مرات كويس؟ وجات مع الجبروت وجات مع الكفر مع الكفر والجبروت فكلمة عنيد معناها من يخالف أوامر الله بعد ما فهمها وعمل عكسها حلو كده؟ يبقى أنا ما ينفعش أصلا أطلق على ابني عنيد ولكن الأب والأم اللي سمع أوامر ربنا لا إكراها في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وأمرنا بعدم الإكراه وعدم الإكبار أنا بقى أكرهت ابني أنا اللي كده بقيت عنيد يا الله هي دي الخطورة إن أنا كده فهمت أوامر ربنا وعملت عكسها فأنا اللي عنيد مش هو مش ابني اللي عنده خمس سنين أيوة اللي بيحصل عند الابن إيه بقى؟ إنه هو بيحافظ على حقه فبيرفض عندك تقوم أنت مسميه عنيد وهو حقه حقه من وجهة نظره أيوة إنما أوقات بتبقى حاجة بتأذيه حاجة خلط عشانه هقولك بس عشان دي حتة كمان مهمة الفطرة اللي ربنا فطر عليها البشر عدم اتباع أي مخلوق إلا الله دي فطرة البيبي على الفطرة فأي حد يقوله كلمة اقنعني مش هعبد حد كده إلا ما أفهم فإحنا للأسف بنعتبر ما إنه أنا عشان ربي ابني أخليه اسمع الكلام أو كلمة اسمع الكلام دي الدين معناها الاتباع والدين أماننا لنا أتبع إلا الله أو الرسول بس يبقى المفروض أنا مطالب أبين له ليه بقوله كده؟ وهو اللي اختار اللي هي التبيين أو لا اللي هو التبيين والإضاحة معايا؟ فلو أنا كأب ما عرفتش هبين له مش هيسمع كلامي ولو ما اسمعش كلامي هو ماشي على الفطرة هو كده صح ما حاولش أكسرها له بقى عشان يخليه يسمع كلامي لأن الأباء والأمهات اللي بيكسروا الفطرة دي عند الإبن بيطلعو تابع ما عادش يعرف ياخد قرار لما يرجع لباو وماما بيلغوا عقله بيلغوا المنطق بيلغوا الفكر وثقته في نفسه فالثقة بالضيع ويبدأ متردد وخايف ومرعوب ودايما يمسك فيها ولو بعد يتيعاية ويبدأ يحصل حاجات كتير جدا 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 اللي يبقى في الآخر شكلها العند طيب طفل عنده ثلاث سنين يا دكتور المفروض أن يوضح له وفهمه أيوة أولا في حتة مهمة قوي الإنسان علشان يبقى فاهم الخطأ والصح لابد أن هو إدراكه يعلى صح كده طيب هسألك سؤال كده ودي لي نعمل إيه في الحالة دي ابني ما بيعرفش يمشي لسه بيبي عنده سنة مثلا أو تسعة شهور تمن شهور ينفع بقى أحطه في عربية وافضل ماشي بيه بالعربية خمس سنين بحجة ما بيعرفش يمشي لأ طب طيب عشان أخليه يمشي صح ويبي يعرف يمشي كويس أعمل إيه أسيبه على الأرض أسيبه على الأرض يتعلم ويقع يتعلم ويقع يقوم قدرة المشي تنمو عنده بس هيألو الجو المناسب حواليه عشان ما يتئذيش اللي هي الحماية بقى دي مسؤوليتي دي الحماية حلو كده يبقى أنا مسؤوليتي أحمي واسيبه يتعلم حلو كده دي الرب أنا حسيبني عليها أنا بقى أنا أسيبه يمشي اللي أولا ما حطش حاجة تتعوره لو وقع فيها أو حاجة في الأرض واسيبه يجربه يقع يجربه يقع يقوم قدرة المشي تنمو عنده طيب الإدراك بقى والوعي برضو أحمي وحط له حاجات تخليه عيط أو توجعه شوية عشان يتعلم أنا اللي أحطه له ولا أسيبه هي لما تتحطل وحدها دوري بقى من المكان ده أنا متحكم فيه فأبدأ أحط له حاجات لو مثلا أمسكها يعني مثلا حاجة سخنة بس مش قوي تخليه يتقلم بس ما تحرقوش مثلا أو النبي يا دكتور ركز في النقطة دي عشان فيها ستقولك بقى بقى بلسعه بالمعلقة السخنة عشان يتعلم والحاجات المرعبة ولكن أنا أقصده إيه إن أنا أقول له حبيبي دي سخنة بتعمله وهو مثلا ودي حاجة حلوة واسيبه هيروح عاوز يتعلم هيمسك آه قلت لك دي سخنة يبقى كده وعيه بيعلى هيودرك ساعتها إن قراراتي ممكن تضرني فيبدأ بعد كده لما أنا أقول له كلمة آه ده فيها ممكن تبقى فيها آه لا فيبدأ يركز قوي عشان يفهم إيه لا يحصل يقوم وعيه ينضج بسرعة جدا يقوم لما وعيه ينضج هيبقى بعد كده بيركز قبل ما يعمل أي حاجة الإنسان اللي أهله بيجبروه أو بمشينه بالمسطرة غلط صح غلط صح وعيه بيكون صفر فتلاقيه ماشي عن نار جاري من غير ما يقول لك ما حاجة وخطر يشد من غير ما يعمل حسابه لكن لما سيبه هو اللي يتعلم الخطأ هيبقى حذر قبل ما يعمل حاجة عاوز يعرف دي صح ولا غلط دي بتعمل ألم ولا لأ دي مؤلمة دي خطر ولا لأ هيبدأ وعيه ويعلم النقطة الخطيرة إيه بقى إن الأهالي اللي ماشيين بالمسطرة فاكرين المسئولية إكبار دي غلط دي صح وأبدأ أمنعه من الخطأ بربي ابني إن في حد معاه يقوم يقوم ما ما يكونش حد معاه هيعمل كل الخطأ وهيقع في أخطاء غير منطقية هقوم بعد كده وصفه إنه غبي لما أنا سرب وغير كده ولو ما عملش كده يعني لو عندني بقى زي أو مش هايزين نقول عندني لو تمسك برأيه ساعتها هاتمه بقى أنه هو مش مؤدب وما بيسمعش الكلام وعفونا وحاجات كده عشان كده عشان كده أنا عايز بقى أعيد المصطلحات تانية يبقى الإبن إن لم ينفذ عندك إكبارك يا أب ويا أم هو كده متمسك برأيه ومش عنيد حلو كده وبالتالي تمسك الرأي حلو إيه إني أقنعه أو أسيبه يعني أبين له الإيجابي أبين له السلبي عشان كده ربنا قال لنا البلاغ المبين مبين واضح فأنا ببلغه بعرفه ووضح له وأبدأ أشرح له وأتعامل مع طفلي وهو صغير كأنه واحد عبقاري كبير تمام عادي واحد ناضج وفاهم وأتعامل معاه لهذا الأساس التعامل ده بيعلي وعيه جدا صح وهم أبين واسيبه بقى المهم أنه المكان اللي هو فيه مفيش فيه حاجة خطر للموت أسيبه صح مرة في مرة في مرة هيبدأ يدرك وساعتها هيتوقف عنده لعين لكن بقى الأخطاء اللي بنعملها إيه من ضمن مثلا الأمثلة أنت أصلا لسه عيل بابا اللي فاهم لما تكبر هتفهم بعدين هتكبر هتفهم الكلام ده دي بتطلع طفل غبي بتطلع طفل متخلف عقلي أو ومش مدام أنا بقى كده ولا كده هو تعاني دي ومدام أنا كده ولا كده خلاص حامل لنا عايزه بمنه كنت أيوة سنين في حتة كمان مهمة اللي بيحصل كمان إن بعض الأهالي بسبب سياسة الإجبار أو سياسة الإكراه بيقدموا الحاجة المفيدة في شكل قاسي في شكل جاف والحاجة اللي بيمنعوها عنه شكلها حلو فيبدأ يتبرمج في عقله وإدراكه إن الممنوع هو الحلو أنا هتوقف عند النقطة دي لندي نقطة مهمة جدا وعايزين نشرح إزاي يقدم الحاجة المفيدة بشكل حلو ندي نقطة مهمة جدا ربنا يبارك لك يا دكتور بس ناخد لبنة السلام عليكم معناك السلام ورحمة الله بركاته أهلا بيك أهلا بحضرتك لسألتك كنت عايزة تشير الدكتور أنا عندي واحدة عندها 28 سنة أيوة هي بتشتغل بتتأخر جانب جدا في الشغل بالرغم من في الشغل بيقول كده غلط وكده لكن هي بتتأخر وتقول لأنا عايزة تتبهودي أنا لي حياة خاصة وأني مش بتدوزها يعني وكذا في كل اللي فخاه كل اللي فخاه تقول لي أنا ميش دعو أنا اللي ريحني هعمله بتدعو بالأخرين هي المشكلة الأصبر بقى دلوقتي أخوها الضغاية اللي عام 17 سنة بقى بيقلدها مش عايز يروح المدرسة مش عايز يذاكر أنا حر أنت بتتغطي علي اشمع له هي فالذلك أنا وانا عطا تتعمل معها وانا عطا تتعمل مع ابن الضغاية أعمل معه مدام لبنة أنا بترجعكي تابعينا النهاردة وركزي معنا كده في كل جملة دكتور أحمد عمارة بيقولها وان شاء الله هنقدر نوصل لحل حضرتك ونجاوب عليك ونقولك تعملي إيه بالزبط أشكرك دكتور أحمد عمارة بيقرين نطلع لفاصل شادينا الكرام هنطلع لفاصل قصير وحنرجع نكمل كلامنا حنقول عند عشان هو المفهوم أن الناس فهمها أن هو اسمه عند فالناس تفهم إحنا بنتكلم عن إيه لكن إحنا هنستبدل في حياتنا بعد كده لفظ العند دوة بنتمسك بالرأي بعد الفاصل مرجع نالكم تاني مشاهدينا الكرام موضوع حلقاتنا النهاردة إزاي أولادنا بيتمسكوا برأيهم في حاجات كتير جدا وإحنا بنبقى مش عايزينهم يتمسكوا برأيهم لأن إحنا شايفين إنه هو ده الصح يعني بين قسين العند اللي هو موضوع حلقاتنا النهاردة وزاي ما تعلمنا من أول سيجمنت من دكتور أحمد عمارة أنه ما سموش عند لأن العند هو إننا نعاند ربنا سبحانه وتعالى في أوامر ونواهي وإحنا عارفينها وفاهمينها لكن بنعاند برضه هو ده العند إنما التمسك بالرأي ده هو ده المشكلة اللي إحنا بنشوفها في أولادنا وأوقات يا دكتور ما بتبقاش مشكلة كمان صح؟ أيوة أوقات بيقى الأب والأم هم الغلطانين أو بيقدموها بصورة فجة قاسية يقوم الإبن عشان حقوقه بيبدأ متمسك بيها عشان كده أنا أجلت كلمة الحق بقى عشان نضيفها من ضمن المسئوليات أنا من مسئوليات الأب والأم إعطاء الإبن والأولاد حقوقهم وأول حق هو الحرية وده الحق المضروب في العالم العربي كله وإحنا مش عالفين يعني إيه حرية ولما بنمرثها بنمرثها بشكل خاطئ هدي مشكلة وما خدهاش في حياته فيبدأ الإبن خلي بالك الإنسان اللي بيعمل حاجة ومتمسك بيها بيكون بيحقق قيمة جواه ممتعة فيقوم لأنه مش واخد حريته يقوم الحرية بقى تطلع معاه في ذنب تطلع معاه في حاجة غلط تطلع معاه في تلفزيون زي السؤال أولاني في قناة في فيلم كارتون هي دي حريتي فأنا مش هسمح لحد يقرب منها فبيموت نفسه عشانها طيب دكتور إحنا عايزين نطبق كل حراتك بتقوله بشكل عملي مع كيسز قرادة موجودة معنا هناخد السؤال الأول آه بعد إذن حضرتك نوها هي بتقول إن هي ابنها 3 سنين بيصرخ لو غيرت قناة الكارتون و14 ساعة عايز يتفرج على الكارتون أول حاجة عشان أنا بحب دايما في حقق التلفزيون مش هينفع أتكلم بتفصيل فأنا بدي القواعد عامة أول حاجة لأم لما تلاقي ابنها بيعمل حاجة اوعي تشوفيها مشكلة شوفيها عرض وفي حاجة تانية هي اللي وراها جميل اللي بيحصل أنا مثلا النهاردة جعان كويس؟ جعان ليه؟ لأني ما كلتش لو روحت كلت يختيف الجوع يبقى عارف أي وما ينفعش بقى أخد دواء عشان أوقف الجوع في نتقى سودي جميل وبالتالي ابني متمسك بحاجة ما حاولش أقوم دي بحاجة تانية هطلع حاجة تالتة وحاجة رابعة وألف في دوامة طب هو متمسك ليه؟ هعرف هو متمسك ليه؟ لأنه مستمتع بيها حلو كده؟ أديله اللي أنا عايزه بأسلوب ممتع زي يا دكتور؟ يعني أنا النهاردة أنا النهاردة مثلا بالمناسبة الكارتون بيشغل الأطفال وبيخليهم يشوفوا حاجة حلوة قوي تمام؟ أنا أول حاجة أبدأ أخليه ياخد أو أشوف حاجات كارتون مفيدة يتفرج عليها مبدئيا كده؟ مبدئيا اتنين أبدأ أدخل حاجة تانية مفيدة من برة بألعاب بسيطة أبدأ أقدم له بيها المعلومات في شكل كارتوني هو بيحب شخصية معينة أجباله وأبدأ عن طريقها أديله المعلومات مثلا عاوز أديله قيمة الصدق مثلا أقول له على فكرة اسمه إيه ده؟ مثلا أي أن كان مثلا سبايدر مان أي حاجة من كارتونية يعني سبايدر مان بيحب أنه بيقى صادق وبالتالي دايما بيحب الناس صادقين وكلهم بيحبوه يقولون يبدأ يتعلق بيه يبقى أنهم بديله من هنا اللي بيحبه وبديله من هنا بيحاجة بيحبها تانية مرة في مرة في مرة لما يبدأ ينتقل الحب بتاعه لحاجات خارجية أقول مدخل الحب مع الكتاب ومع القصص شكل كارتوني وصور وألوان والكلام ده أبدأ أنا أقعد معاه نرسم حاجات بيحبها كارتونية ودخله معلومات بيها جميل حاجتك برضو ربطه بكارتون اللي هو بيحبه مشابه أجيب له حاجات تانية خالص هو مش عايزه اللي هو بيحبه وبعد كده لما أنوع بقى الحاجات اللي بيحبها أبدأ أدخله حاجات تانية ما بيحبهاش بشكل ممتع بس خلاص هو أتعود وتقبل فكرة الحاجات التانية بحرية وبعدين في حتة كمان مهمة ما أقولوش سيب دي وإعمل دي لأ بص يا حبيبي احنا عاوزين النهاردة نعمل كذا تحب نعملها عن طريق كارتون ولا نعملها عن طريق الرسم ولا نعملها عن طريق القصص ولا نعملها عن طريق اللعبة هو الاختار يقوم كده يشبع الحرية فمعاتش هيعنت اللي هو بقى معاتش هتمسك برأيه طيب دي لبنة بقى مادام لبنة بنتها 28 سنة عندها ابن 17 سنة بنتها بتشتغل بترجع متأخر هي خايفة عليها أم ودي مشاعر تحترم إن هي خايفة على بنتها ناحية التانية البنت عايزة تثبت نفسها في شغلها عايزة تنجح برضو دي مشاعر تحترم ورغبات تحترم حل المشكلة إيه خاصة إن الابن بقى جيه تاني بقى يقلت فلا أنا كمان مش عايزة روحي المدرسة ابتدى يختار بقى حاجات غلط ما هي دي ما هو طالما الابن بدأ يختار حاجات غلط أنا هفهم من كده إن الأسرة عندها قيمة الحرية صفر وعيشة بالإجبار طالما هو بدأ يفهم ما وخلي بالكو دي حتة خطيرة قوي للأباء والأمهات إن لم تعطي الحرية لابنك في الصح هيفهم هيدخل له الشطان بقى وهيزين الحرية في الغلط يعني لو عمل ابني حرية غلط مش معناها إن هو ما يفتحقش الحرية معناها إن أنا وصلت له الحرية بمعنى غلط هي دي الخطورة بقى لأنه مش فهم الحرية أصلا ما دقهاش ما جربهاش يومي يفكر إن تكسير الخطوط الحمرة هو الحرية نعم حضرتك مؤمن بخطوط حمرة يا دكتور في تربيتنا الأولاد أنا عندي خطوط الحمرة هي خطوط الدين هلاله حرام ما فيش حاجة تانية لو إحنا عملنا خطوط حمرة يبقى إحنا عملنا دين تاني يا الله عشان كانت ربنا قال قل أتعلمونا الله بدينكم انتوا العاملينه الصح والغلط ده اللي إحنا بقول يا ابني ده الصح ده الغلط ده دين تاني يا الله فإحنا بنعمل دين تاني يوم ما لخبط عيالنا غير دين ربنا فأنا المفروض من بدري أعرف ولادي إن الصح والغلط هو الحرام هو دين خطوط الحمرة لكن ما جيش أقوله بقى ليه ما أقول الكلام ده لأنني ببدأ أحط حاجات تانية موروثة ودخلها كأنها دين يوم ابني يبدأ يكسر ده ويوم ما أخده دين معاه في الآخر نعم أتعود أنه يكسر خلاص فهو يكسر ده ودائما ما أقولها بالكلمة المشهورة هي كده هو كده لا والأمهات هن بنوصل لمرحلة ما هو يا دكتور بارتوس قادرتك لازبينا توصل لمرحلة من كتر الشرح والنقاش والمناه ده بوصل لمرحلة مش قادرة على كل خطوة شرحها طيب شفتي بقى هؤلاء حاجة حلوة قوي أولا أنا مش مطالب أنه يتغير ايه دي أنا مطالب أنه ألعب معاه ليه ربنا قال واستعينه بالصبر لأنه أحل كل حاجة وقال بشر الصابرين لأن أنا لو من بدري فهم ابني أنه هو عبقري وأنا كل حاجة بأخدها بهدوء من صغره بخليه فكر هوفر على نفسي كتير لأنه عقله هيكبر فهيبدأ تسعين في نهاية الحاجات يعرفها لوحده فما عدتش عليها لود فخلاص فخلاص فبعد كده هيوقف في حاجات بسيطة فهشرحها له بهدوء سنتين كمان هيبقى كل قراراته صح لكن لأني أنا دخلت نفسي إله وأنا قصد أقول الكلمة دي وعودته يعبدني من دون الله فأنا بعد كده بقيت مسؤولا كل حاجة بأ يقومها الجنن في الآخر يقومها الجنن في الآخر إحنا معنا معها بعد إذن حضرتك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زي خضرتك وزي خضرتك يا دكتور الحمد لله أهلا بيكي من خضرتك يا دكتور أنا بنتي عندها أربع سنين تمام وعندها حالة شديدة من الحاول واضحة جدا في مظهرها برغم العمليات اللي احنا عملناها لها واللي ان شاء الله لست هنعملها لها يعني بس مظهرها واضح جدا أن العلم شكراية كويس زي ما خضرتك كنت بتقول أن احنا نحاول نحمي أولادنا أنا على نطاق العيلة دمت أوصل كل أرايبي مثلا وأرايب باباها والناس اللي حوالينا أنهم ما يتعملوش معيها بطريقة فيها حساسية أو تمييز نظرا لوضعها يعني أو شكلها وأن الناس كلها تتعمل معها عايزة جدا بس أنا للأسف مش قادرة أكمل الحماية دي بره البيت وبره نطاق العيلة لما بدأت تروح الحضانة أو في النادي وبدأت تفهم وتسمع تعليقات من مثلا الأطفال اللي معاها في السينيرشكي أو كده بدأت هيجي تسألني عيني ما لها هو أنا شكلي مش مظبوط بدأت تفهم الوضع أنا مش عارفة إزاي أخليها تتقبل تعليقات الناس أو الطريقة اللي ممكن تصبر من طفل غصبا عنه بصدر راحب من غير ما تحصل يعني المشكلة أو يحصل لها أذى نفتي الله يبارك لك يا معا حاضر هنجاوب عليكي حالا يعني مش عارفة إزاي أفعادها أنها تتقبل ده وما تكونش صاختة أو متضايقة ويكون فيها عمل دايما طيب وسنها 4 سنين كمان عايز سألها أي سؤالي يا دكتور طيب لا خلاص بس أنا عايزة أقولها حاجة مهمة أوي وأرجو ماذا عايش مني أنا هنكشك نكشة كده سريعة تقبلين تي الأول كلامك واضح أنك مش متقبلها مش متقبلها الحاول عند ابنتها أيوة وعندك حساسية من كلام الناس عليه فهي هلأ قططه منك وبالتالي في حتة مهمة أوي لو أنا تقبلت الموضوع دي حاجة حصلت أول حاجة المفروض تتعامل فيها مع ابني أن أنا أأكد أنها موجودة وإيه المشكلة لكن أنا أحاول ألف تنتباهوا عنها ده اللي بيخليه لو من بره حاسه أن في حاجة غريبة يبدأ يتأثر في حاجة سلبية ولكن لو أنا شرحت البنتي وهي عندها أربع سنين يعني بدأت تدرك شوية أو حتى كمان إدراك خلاص قرب يعني يكتمل تماما إن شاء الله أن في ناس ربنا خلقهم أو تولدوا عينيهم زرقة وعينيهم خضرة عينيهم مثلا سودة عينيهم بني وعيني ماشي يمين شوية ومتاجه يمين شوية شمال شوية دي كلها اختلافات مفيش حاجة فيهم وحشة ولا حاجة حلوة ده اختلاف ربنا بيختبرني بيه هتنجحي ولا لأ فأنتي في ناس بقى يعنيها في النص أنت يعنيك يمين أو شمال ده بقى التحدي بتاعك أدى ولا مش أدها وريني بقى تعملي إيه يقوم لما يبدأ الناس يقول لها كذا تقول لهم أنا أصلا أنت عينك كده وأنا عيني كده بس أنا بحسن بحسن منك أو بعرف أعمل كذا أو أنا عيني فيها الحاجة دي بس أنا بعرف أقرأ وأعمل فأنا قوية وأبدأ أخد الحاجة اللي عندها بإني أدعم القوة وأدعم التحدي عندها إنها قوية وإنها بسم الله ما شاء الله عليها بحيث تبدأ تحس بالقوة فمعاتش يفرق معها كلام الناس وبعدين مش تبقى تخبي أو إن أنا بقى مش عاوز أحد يتكلم وأبدأ أكلم من الناس اللي حواليها خلي بالك من الخطأ إن أنا أبدأ أغير البيئة المحيطة زي الحوالية وقريبي وكلام ده ما حدش يتكلم ما حدش يتكلم لأن كده كده هلاقي حد يتكلم بره أنا أغيرها هي أخليها هي أخليها هي أخليها هي أخليها هو ده اللي حصل مع أن أنت أصلا مش متقبلها فبسرعة روحتي قلت اللي حواليكي ما حدش يتكلم معها ده أصلا خطأ وبالتالي لما خرجت بره حد تتكلم لأ أنا عايز الأول أحسسها أنا إيه المشكلة؟ عادي في حد بتولد إيده نقصة إيده كبيرة إيده صغيرة إيه المشكلة يعني؟ ده اختبار إحنا في تست أنا النهاردة مش ساعات بدخل اختبار أربط رجليك عشان يشوف هتنجح برجل واحدة ولا أه ده اختبار إيه المشكلة يعني؟ جميل ده حاجة عادية جدا وأنا أمي ده فيها من صغرها فتطلع تبقى الناس اللي عندهم حاجات حصلت في الحاجات زي كده يعني حاجات خلقية وأهاليهم ربهم كده دخلوا موسوعات جينيز بأرقام بنتائج رهيبة جدا عن الناس الأصحاء فبيفجر جواه حماسة يوم يبدأ موهبة كبيرة أنا لازم أطلعها للفاصل قصير ونرجع لكمل كلامنا مشاهدين ابقوا معنا ورجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام قبل الفاصل اتعلمنا من دكتور أحمد أمارة علينا نعملوا مع أولادنا التبيين التفكير الحماية التوضيح التبليغ والحفاظ على حقوقهم للأسف احنا ما بنعملش الحاجات دي بالقدر الكافي اللي بنعملوا لأن احنا بنتمسك برأينا احنا اللي بنتمسك برأينا واحنا اللي طلعنا بنعند مش ولادنا واحنا اللي بنكبرهم وبنكسر حريقتهم زي ما بيقول خليني يقوليك حاجة مهمة مش فيها في القرآن بتقول وإن جاهداك على أن تشرك بي يعني ربنا بيقول أو الأب والأم جاهدوك عشان تشرك فلا تطعهما نعم احنا فاكرين احنا لأسف بناخد القرآن كده وبنعديه كأنه كتاب تاريخ كأنه كلام مش احنا ما بنعملوش لأ ده مش لنا خالص عارفة الآية دي تنطبق على إيه وأهالي كتير جدا بيعملوها يوميا الناس هيقولوا عليك إيه يا ابني الناس يا ابني ويبدأ الأم والأب بيشركوا مع الله الناس وابدأ أربيه على كده إن الناس بقوا بشريك مع الله انت بيعمل حسابهم يقولوا عليك الكلام ده من خيش حد يقولك هالك كلمة وحشة الصمعة يا ابني يا حبيبي وصمعتك والكلام اللي بيتقال ده ما هو ده بيجاهدوا عشان ندخل شريك مع الله نعم فما لكش دعب الكلام ده ولو أني يا دكتور أحيانا العرف برضو والحاجات دي بتتاخد في الفقه يعني بيتعامل حسابها فيه فرقة من العرف فيه جزئية كده صغير والناس ما هو العرف ده جاي منه من من ثقافة الناس دي واحدة بس الناس تقول عليك إيه دي حاجة لكن أنا هديكي مثال مثلا المفروض ودي حتة مهمة قوي إن أنا أبقى فاهم إن معياري في التحرك هو الحلال والحرام طبعا حلو كده ولأن الدين أمرني إن لو المجتمع متعارف على شيء أنا ألتزم به عشان الدين مش عشان الناس يبقى تناولي للجملة ما دخلش شركة خالص مع ربنا ما قلش الناس هتقول إيه لكن أقول هي في النهاية ربنا يزعى منك ربنا يشوفك إيه أربط عطوط بربنا يقوم لما سيبه لوحده اللي بيحصل إيه بقى ربط الإنساء الأم والأب طفلهم بالناس بيخليه دايما بيراعي الناس حتى هو مش موجودين لو الأب والأم مش موجودين بيراعي الناس يقولوا عليها إيه تعملها مع ربنا بقى عشان لو أنت مش موجود يبيراعي ربنا ده الأهم هي دي الخطورة صح وخاصة لأن إحنا بقينا في زمن كمان يا دكتور حاجات كتير جدا إحنا تربينا عليها إنها عيب وما يصحش وكده ما بقيتش عيب في الزمن ده دلوقتي فأنا لو لكن هي حرام في الاتنين زمانه دلوقتي وبكرة هي دي اللي بتربي بنتها بقى أو ابنها على الناس يقولوا عليك إيه هتلاقيه بعد كده لما يكبر ما كله بيعمل كده يا باما وده بقى معياره والتقول إيه العيب ما بقاش عيب ده بقى معياره يا بي أنت إيه إيه تعملها ده ما كله يا باما صحبه دي بعمله كده طيب يا بابا كله صحابه بيشربه كذا ده الطبيعي يا بابا لأنه بقى معياره هو إيه الشرك الناس وإحنا شاخدين مالنا نعم طيب نرجع لنقطة الحرية لأن هده قلت إن إحنا المفروض ان احنا نعلم ولادنا ونقدم لهم الحاجة اللي احنا عايزينها وشايفينها ان هي دي في مصلحتهم نديهالها بشكل حلو بشكل هم يتقبلوا وبشكل حر يعني الموضوع بتاع الابنة الام اللي قالت ابنها ببدأ يشوف يسيب المذاكرة وعاوز يبقى حر انا هقول لها بقى هقولك ابنك حتة سريعة كده ابنك شايف الحرية فيه انه ما يذاكرش يبقى انت خنقه في المذاكرة طب تعمل ايه يا دكتور ايوة تعمل ايه اولا هقدم المذاكرة بشكل ايجابي اني لازم دي حتة مهمة للاباء يا رب ينتبهوا لها بالله عليكم بينوا ولادكوا لولادكوا انتوا بتذاكروا ليه مفيش قابو بيعملها انت بتذاكر ليه بحاجة عارف هو طلع لازم اذاكر طب ليه ما عرفش وبنخليه يعبد الشهادة وانا شيرك برضه على فكرة بمناسبة كمان دي حتة حلوة منك ان الاباء والامهات اللي بيضغطوا على ولادهم علشان يجيبوا درجات بيشركوا مع ربنا الدرجات شفت الخطورة لكن لو انا بينتله بقى ان ربنا بيحب اللي بيتعلم وربنا امرنا انا هنقرأ وربطها بهدوء بالدين يا ابني عشان ربنا تبقى ليه قيمة ربنا بيقول افا من يعلم كمان لا يعلم انت عشان تبقى عندك وعي وعندك علم وتبقى حياتك سعيدة وحياتك جنة اتعلم مش عايز انت حر ومن بدل ديلو امثلة انك كل ما يقع في غلط شفت انت وقعت في غلط عشان انت ما تعلمتش الكتاب ده فيه المعلومة دي اربطه بالعلم يقوم يدرك ان العلم بينجيني العلم بيخليني ليقيمة يقوم يبدأ يحبه مش لازم تذاكر لازم كذا فهيتخنق فتقوم وذاكرة بالنسبة له خنقة معايا وبالتالي برضو هقدم الشكل الايجابي في شكل قيم يعني حتى هديكي مثلا مثلا في بعض الاباء يبدأ يحف ابنه على انه ويقعد يقرأ قرآن ويقعد يصلي قيام الليلو والكلام ده انه هو ده اللي بيقرارك من ربنا مع انه هم نسيوا ان العلم افضل من العبادة وده حديث نبوي وفي حديث تاني بيقول لتعلم باب في العلم خير من الف ركعة تطوعا ده حديث تاني صحيح شفتي الخطورة وبالتالي حتى ربنا لما تكلم اتكلم على العلماء في شكل رهيب جدا في القرآن وبالتالي العلم عند ربنا اول امر هو اقرأ العلم عند ربنا هو اهم حاجة معايا وبالتالي لما يكون فاهم بقى وخلي ابني يعني اقوله لو انت صهران بالليل يا حبيب بتذاكر انت بتاخد ثواب كأنه واحد بيقيم الليل الالف ركعة واو ايه ده فيبدأ يحس انه بيقرب من ربنا بمذاكرة بقت ممتعة بالنسباله وبالتالي ابدأ اقدم بس فيه افكار كتير عشان كيف يقولك انا بدي قواعد عامة احنا من خلال الاتصالات بحضرتك حضرتك ان شاء الله تدينا تجارب انا بدي القواعد عامة وفيه على فكرة كورسات كمان نعم عملوها شعب كتير جدا في كذا مركز ازاي تخلي المذاكرة ممتعة ازاي تحفظ بسهولة لان برضو الاباء بيقدموا المذاكرة في شكل يخنق نعم اقعد ذاكر ولازم تبقعد هنا ايوة والتكرار وبالساعة انت ما عدتش غير نص الساعة بش كفية ايوة اسوأ انواع المذاكرة نعم والكمية بالوقت انها اقيس مذاكرته بالوقت نعم ده اسوأ انواع التوجيه نعم فانا بعمل حاجات غلط يقوم يكره المذاكرة بعد كده نعم معنا هبة السلام عليكم هبة سيب انا اسفل لو كنا طولنا عليك طيب معلش يا هبة حاولي تتصل بينا تاني او تبعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك سلاش ام بي سي مصر بوسي ايمن بوسي ايمن بتقول اخوي عنده سنة ونص وبيفتح التلاجة كتير وامي بتضربه وبعدها بخمس دقايق يروح يفتحها تاني نعمل ايه طيب اولا يعني بالله عليكم الضرب من اسوأ انواع الاجبار ويعني انا مش عارف الام اللي بتضرب ابنها قبل ما يكبر ده يعني ربنا يعني يعني حسابها عسير لان المفروض ان حتى كلمة الضرب مش بمعنى يعني انا المجسدا نعم لان ده مش بتاعنا الا في حدود معينة ولازم يكون شخص قاضي او حد ربنا وكله نعم لابد بحد يعني حد الاقاب ايوة وبالتالي ان انا اؤذي بدنيا خلي بالكو الجسم حرمه الله نعم لانه امانة بالمناسبة كمان ابنك امانة مش بتاعك امانة من مين من رب العباد من ربنا وربنا شايف الامانة بتاعته بتتضرب افهمي كده كويس قوي وبتتضرب ليه عشان مش عاوز اسمعي كلام اللي هو قالهولك يخليه بقى كويس بتتضرب عشان عاوز اسمع كلامك انتي شفت الخطورة دكتور رخايفة حلقتنا النهاردة نطلع منها ان الابناء كلهم كارفين اهاليهم انا بتكلم على فكرة انا بتكلم للاباء والامهات ان هم مدركين الحاجات دي كويس قوي وممكن الحلقة الجاية نتكلم بقى الابن يعمل ايه عشان برضو ربنا امره طيب ليه حلقة الجاية احنا عايزينك تقول لنا الابن الواعي الكبير اللي سمعنا دلوقتي يعرف ازاي كنت نسأل لك في الاواخر طيب نخليها للأواخر دي كتة مهم قوي ان انا بقى انا عمال اتكلم دقتي حلقة اللام تاني والان هم اخطأوا حتى ان تلو اخطأوا ايوه هي دي نقطة بقى ان انا كل فرد ربنا امره يعمل حاجة الله يبارك فمش عشان بابا او ماما اخطأوا يقوم يدخل لك الشيطان بقى بحجة ان هم اخطأوا انك تخطئ انت كمان تبقى انت فتعملوا موحش ايوه تقع في مشاكل تقوم تلخبط حياتك بسببها انت كمان الله يبارك لك يا دكتور معنا ام احمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك اتفضل انا عايزة تفسر عندي طفلة صغيرة حفلتي يعني عندها سنتين وخمس شهور تبدينا يخليها لك طب هي يعني بتكلمت من بدري ووعي يعني ما شاء الله عليها كوي بس هي بتتخيل دلوقتي شخصيات وهمية وتتكلم معهم يعني تقول لي يا صاحبتي اسمها لابي طول اسامي غريبة وتقول تتكلم معهم فهل احنا نسيرها يعني نقول لها عندها كم سنة سنة وخمس شهور بتقعد في الحالة دي وقت طويل ولا مؤقت لا هي طول اليوم بس كالموبايل وتتخيل انها بتكلمهم ومصاحبتي جات هروح معها الدرس هتاكل معايا تأكلهم وتقول اسمي كتيرة كلا وكأنها بتلعب معهم طب هل بتعمل كده مع عريس عندها لعب يعني اه مع العريس وماذا عريس بقى لها أصحاب وهميين طيب حلو هل احنا نسيرها ولا نقول لها لأ حلو اولا احنا عندنا في علم النفس لا نعتبر المشكلة مشكلة الا اذا بدأت تؤدي الى اضرار للشخص وبالتالي المرحلة اللي هي فيها دي بنسميها مرحلة احلام اليقظة بالمناسبة الخيال ايجابي جدا لو تم تنميته عند الطفل طب دكتور حالتك عايز تسألها اي سؤال ولا نحن معي طيب شكرا يا امو احمد تبعيني بشكرك فانا هقولك بس حاجتين مهمين قوي اول حاجة انا ماينفعش من اول مرة اعتبرها خطأ لان لو الاب والام اعتبروا دي مشكلة هتتفاقم عندها وهتزيد ولكن انا استغل الخيال العالي اللي عندها ده وده حاجة حلوة مش وحشة باني ابدأ اتخيل واحكي قصص برضو بالتربية بالخيال هي بتحب شخصيات معينة قالوا ام دي بتعمل كذا وبتعمل كذا وابدأ اربط ده بخيال وتدريجيا اصحابها كمان لواقع يبقى خيال مع واقع خيال مع واقع هتختفي لوحدها تدريجيا واحنا عادينا الخيال يختفي يا دكتور لا انها تقعد بقى عيشة في الحدي فرق طويل اه انها تعيش في الخيال خيال كويس ايجابي مفيش مشكلة لكن لو بدأتوا تلاحظوا بقى ان بعد ما بدأتوا تعملوا كده بدأت تعيش فترات طويلة في الخيال منعزلة يبقى لازم تروح لحد متخصص عشان يشوف الله يبرك لك دكتور معنا عزة السلام عليكم عليكم السلام وحسنا وبركاته اهلا بيك يتفضلي ايوه حباراتك ايجابي انا عندي بنتي بتكلم على النت ولاد عندها 19 سنة 19 سنة وانا كده مرة قلت لها متتكلميش وكده وبعرضها على الحدتة دي لكن هي مصممة وعلى طول قاعدة على الطب في حجة ان انا اجازة انا مريش مذاكرة انا انا كده يعني معلش شي سواني الولاد اللي بتكلمهم دول زمايلها في المدرسة مثلا ولا دول ولاد مدرسة لا لا هيش جامعة عفوا انت ميلها في الجامعة اه لا اه ممكن يكون في ميلة معا في الجامعة او عفيته عن طريق النتة الله اعلم بس انا مش هايزاها اي لها اي علاقة بالتكلم دول لكن هي معندا وبتتكلم على طول يعني قاعدة 24 ساعة عنك طيب يا عزة حاضر طب سأج سؤال مهم اوي ايوه ايوه استاذ عزة ايوه اسفاد كلمة بسيطة كده كل اللي اعطي تعملين معاها طول السنين اللي فاتت ما جابش نتيجة صح اي ما عطيش نعمل ليه تاني لان ده اكبر دليل انه هو مش ده الحل حلو كده فاسمعي بقى انا هو راح ديك بقولك اللي حضرتك اعطي تتبعي معاها طول الفترة اللي فاتت ما جابش نتيجة يبقى الوسيلة خطأ لأ رحاق خيدي ما عندها انها تتكلم انا عزة يعرف مش عزة يعرف يبقى ليها اي علاقة خايف انها توافق اي برد عندك حق وميتك سليمة بس اسمعينا نشوف الطريقة ازاي بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بشكرك يا مدام عزة طيب في حتة مهمة قوي اعوز عرف الفة انتباه لأباء والأمهات لها صدر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا صح كده ويعني انجاز التعبير هو اضرب نفسياتنا وعقولنا مننا نعم فلما احنا ما نعملش كلام ربنا علشان انا مش داخل دماغي يبقى انا كده بفترض وده خطأ ان انا فاهم احسن من ربنا فدي خطورة نعم طب علشان كده ربنا لم يأمرنا باجبار اولادنا على شيء يعني قال لي بلغ وسيبه ليه بقى التبليغ وسيبه ده اللي بيوعيه ده اللي بيفهمه يعني ربنا ما امرش مثلا اني امنع بنتي بالغلط يا دكتور بس ده قلبه امه ده هي هتتجن انتلاقيها هتديكي حتة مهمة دلقتي فتر مش انتي عايزة بنتك تبقى كويسة اكيد لو انتي عملتي قلب الام هتديكي مثال خطير دلوقتي سيدنا يعقوب عليه السلام وده كان قب وقلب الاب وخايف على ابنه اهو بسبب ده ابنه بعد عنه ليه لانه لم يعني في الحتة دي بقى خايف على ابنه ومش عايز يخرج مع اولاده وعايز يمنعهم منه بسبب الخوف ده خصل غير عارفة فيه النقولة لسيدنا علي بيقول الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر نعم فانا المفروض ما يبقاش محركي هو الخوف شوفي بقى ام موسى ما هو ابنها برضو وبتحبه فان خفت عليه فالقيه في اليم الميه في البحر ايه هو ده اللي هيرجعه لك عشان يكسر عندها الخوف مش انت اللي بتحمي اصلا ربنا اللي بيحمي بس مع ذلك رميته في البحر واخدت بالاسباب بعتت بنتها وراء عشان تبقى هادية بقى لكن انا بقى مش اغلى نفسي اله وقفلها بتكلميش ولاد بتعمليش كذا ده انت كده بتخلي المطودة بالنسبة لها واو فهتفضلي يا ام مش عارفة تعودي ولا ترتاحي لما تشوي بتعمل ايه ايه ده طب معلش يعني يوم القيامة الوقت اللي انت ضيعتي في انك عاوزة تشوفي بنتك بتعمل ايه ده ضاع ونسيت يا ربنا كده نعم ضيعتي وقتك كله في انها بلاقي ببنتي طب دكتور أو بلاقي بابني يعني لو هي كت صغيرة طفلة صغيرة اربع سنين او تلس سنين او كده كتت حشح لها مميزات وعيوب الموضوع دوت وانها واكلم معي بس دي واحدة عن دهت ساعتاشر سنة حلو النقطة المهمة بقى اننا الكلام في حد ذاته مش خطأ انا ابدأ ادي لها قيمة نفسها اكلمها عن قيمتها واكلمها عن ازاي تكون انسانة عفيفة وتصون كرمتها وتبقى مراعي يا ربنا وخلي بالك برضو في بعض الاهالي بيتكلموا عن الحب سلبي انا يمكن بحب اتكلم بالحب في حتة مهمة اقول البنات والولاد لان الحب هو اللي بيحركوا او الاستمتاع ده او الحالة دي ان الحب ربنا سعوة تعالى يريدنا ان نكون في قمة الاستمتاع بالحب نعم علشان كده حطلنا قواعد تخلي الحب رائع صح وبالتالي انا عشان احب لازم اتأكد ان الشخص ده يكون واحد مش مناسب واحد جد ما هو مناسب من ناحية جدا اتنين اتنين فعلا يتماشى مع الهدف اللي عايز عايش عشانه يبقى مناسب لي يا انا نعم معايا تلاتة قادر انه يتجوز بعد كده احب عشان يهم الحب ربنا يخليه ممتع بالنسبالي لو انا حبيت قبلها ممكن يكون بيخدعني فهتقلم فعشان يحميك يا قليك سبوري ما تحبيش دي وقت اه ربي بنتي على كده واسبها نعم هتقوم الكلام يفكر فيه شايف انا بتكلم الحب انا عايزك تحبي يا بنتي انا عايزك تستمتعي ده صح فبرضو داخل لها من ناحية الممتعة الناحية الايجابية اللي تشغل دماغها بيها النقطة اللي حررتك قلت ان احنا اللي عايزين نوصله لولدنا نحطه لهم على طبق شكله حلو مش نفطرهم على الطبق شكله وحش شكله اقبار ولازم ومفروض والكلام بارك الله فيك يا دكتور هنتلع لفاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا اللي مش عايزينه يخلص ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام ومازلنا بنتعلم من دكتور احمد عمارة استشاري الصحة النفسية ازاي نتعامل مع ولادنا بشكل صحي حيريحنا احنا الاول وحنهدى وبالتالي لما حنتقبل اخطاءهم وحنقدر ازاي نتعامل معهم ونصلح منهم ان شاء الله وزي محضرتك قلت ان احنا مش علينا نحن يعني نوصلهم للصلح احنا علينا ان احنا نشرح ونقول ونوضح ونعلم والنتيجة دي بتاعة ربنا في دايه انا دوري اعلي عنده القيمة اتفنن في تعاليتها يوم تبقى دي قيمة عنده هو هيتصرف لوحده عشان يعملها لكن قيمة زي ما اتفقنا قيمة الحرية دي قيمة عالية قوي انا بدخل باجبار فبيبقى عايز ياخدها فبياخد قيمة الحرية غلط نعم طب دكتور دلوقتي فيه ناس باعتين لنا اريد تحطف مشاكل زي مثلا سوزان بتقول ازاي نقدر نعالج الاثر للنفس اللي تضرب عند الطفل يا خلاص عارفة ان الدرب ده غلط تعايز اتعالجه تعمل ايه حلووي اول حاجة علشان اعالج اثر سلبي هدخل من باب الصدق والصراحة اللي هو الخلق طاعة ستقول صراحة نعم هعود مع ابني هقول له حبيبي هديله قيمة وهقول له وصرحه انا بحبك وانت ابني وانا كنت عاوزك تبقى كذا وكذا وكذا فكنت بعمل الضرب ولكن انا معاوزش هعمله تاني يعني اعترف بقطع لاني واثقة فيك ايوة انا واثقة فيك انت بقت راجل وانا عايزك تبقى حر ويا سلام وده رجاء لكل الاباء الله يهديكو استخدموا كلمة انت حر كتير انت حر انت حر انت حر يا حبيبي اعمل دي انت حر براحتك بس لو وقعت في مشكلة ربنا يا حسبك انت حر يقوم يوشبع من الحرية فمعادش يحتاج يثبتها معايا يثبتها بطريق الخلط ايوة لكن في ناس في اهالي بيتنرفزوا من كلمة حرية فاكرين كلمة حرية دي حاجة وحشة نعم معايا نعم وبالتالي بيبدأوا يدخلوا الابناء في عبادتهم هقولهم بقى نفس الكلمة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا بيعبدوا الله بس نعم على فكرة حرية معناها عبادة الله فقط لو دخلت أب و أم يجبره كده بينسفوا الحرية نعم وبيبدأوا بقى بيفهموا ان الحرية معناها مش هيسمع كلامي نعم فببدأ أخليه مش حر عشان ما يسمعش كلامي يوم مما يكسر يكسر كلامي وكلام ربنا زي ما قلنا قبل كده وبالتالي أشبع عنده الحرية وأصلحه يعني أكلم معاه بأسلوب بوزيتف وأبدأ أوجهه أنت شاطر وأنت قوي وأنا واثقة فيك وابدأ من النهاردة أنا خلاص لأنك بقيت عائل فأنا ما عدتش هضرب تاني عشان أنا واثقة فيك بعد كي يا حبيبي لو أنت غلطت أنت حر أنت سبب هتعاني وبعين خلي بالك أنا يوم القيامة الوحدي لو كان بقى وي بقى وبدأ ببالغ يوم القيامة هنعنسى نوامتك أصلا فأنت حر هنبقى كلنا أدام ربنا لوحدنا فدي هتخليه فكر كويس قوي معانا سهيلة أهلا بيك اتفضل أهلا زي حضرتك الحمد لله تفضل يا فن سهيلة طيب أنا بشكرك يا سهيلة دكتور عايزين نعرف من حضرتك كده زي رشدة نعملها مع أولادنا لما لقيهم بيتمسكوا برأي وأنا عارفة أن الرأي دوت اللي هو متبسك بي ده حيدره أتفرف إزاي حلوة أول حاجة هو متبسك برأيي لازم أشوف الهدف اللي عاوزين نوصله إيه فواحد أحدد الهدف اتنين أسمع منه أنت رأيك يا حبيبي نوصل للهدف ده إزاي تالت حاجة اللي هو بيقوله لو فيه أخطاء أوضح له الأخطاء فين نعم رابع حاجة أقول له اقتراحي بشكل اقتراح مش إجبار بص يا حبيبي أنا قلتهاك الأخطاء هو وإنت حر أنا رأيي أنك لو عملت كذا هيبقى أحسن يلا شوف أنت تعمل إيه أنت رأيه ورأيه ويا سلام لو كان الرأي اللي هو بتاعه هيعمل خطأ بس أنا قدر ألمه بعد كده ويسيبه يقع فيه لما يقع فيه وعي وهيعلى وهيتعلم أقول له حبيبي سيبه حبيبتك شرحته أنت برحتك يقوم مرة في مرة في مرة هيبدأ يدرك أن هياخد السسم ده في المنهجية أنا أحدد الهدف وعشان أحدد الهدف هشوف الآراء آه بعد كده هبدأ أقول له بعد كده لما تحط هدف حط تلت طرق نعم تلت طرق توصل بها دي الهدف ده وشوف أحسنهم إيه وعلموا الإحسان دي قيمة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يبقى أنا فيه عندي تلت اختيارات إيه أحسنهم عشان أعلي عنده قيمة الإحسان يقوم بعد كده استخدم الإحسان في المذاكرة إن من الإحسان أكتبها من الأوائل طب دكتور وشجعه بيها من أي سن من دلوقتي يعني ابني عنده سنة بس فيه حتة أيوة بس فيه حتة مهمة جدا أول ما هبدأ أطبق الطريقة دي ما حد كان بيجبر هيبلطك ما فرصة قدمه بقى خد حريته سيبه يوشبعها معايا لأنه كان بيشبعها من وراك فسيبه يوشبعها بس وهو بيشبعها أبدأ بقى أديله القيم العلي عشان هيرجعتني بهدوء ده اللي عليك بقى هقوليك حاجة مهمة قوي الأبحاث النفسية اللي تعاملت على الشباب اللي دخلوا في المشاكل واخدوا مخدرات وعملوا كذا وعملوا كذا لما بتساب له واحد ويساب أهله وبعد قعد سنة اتنين ثلاثة اربعة بيعمل كل حاجة ارف من نفسه في الآخر ورجع تاني بس باختياره بس ده لو رجع بقى ما متوفاش طبعا نبني عاكنا ما لم يكن عمل حاجة خطأ فأنا في الأول أسيبه ياخد الحرية وأنا متابع عشان كده دايما بقولها بس الحرية اللي هي بالممزر اللي حضرتك شبيته ده دكتور وأنا بتكلم في حتة مهمة الله يديكو مش من دوري إن أنا أجبر وأمنع يعني كل الآباء والأمهات اللي بيجبروا أولادهم ويمنعوهم العيال بيطلعوا أسوأ ما يتخيلوا تهقيقا يعني ما مالخي حد شخصيته زي مهارتك شرحت لو أنا ديت له حرية بس بتابعه بنصيح بسيطة والنصيحة مش تقنيب ولا تقطيم لأ النصيحة إن بالضبط نصها كده لو كنت عملت كده كان يبقى أحسن لو كنت عملت كده كان يبقى أمتع بس دي نصيحة وسيبه يفكر هو وسيبه يفكر هيقارن دي بدي شكرا وهيروح يجرب دي بيجرب دي هلا دي بقت أمتع وهكذا دكتور الحديث يعني ممتع ونتعلم من حضرتك كتير وأنا شخصية على الناس استفدت كتير جزاك الله خيرا بشكرك بشكركم أيضا مشاهدين الكرام بتمنى من قلبي إن انتوا تكونوا فعلا اتعلمتم واستفدتم وعبل ما انهي حلقتنا قالت اللي تقولوا من قلبك ولا شيء حيمنعوا من الوصول صدقك يدخلك القلوب قبل العقول صدق وحس وقول من القلب للقلب الطريق موصول فأمان الله اشتركوا في القناة